أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي المستمر للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوه التواجد المصرية في أفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة ذلك في مختلف المجالات بما يصهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز من أواصر العلاقات وخلال اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تصهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية تم استعراض المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في أسوق الأفريقية حيث وصل حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي إلى نحو 6 مليارات دولار ذلك بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%